السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الابناس مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على قناتكم عنوال الحدقة اليوم ان شاء الله سيقترح لكم باش نوجدوا القراشل او للقرس او للبريوش كل واحد اشنو كي يسميهم تيجوا خفافين بحل قطن و تيجوا مقومين ورائعين بزاف غتيندوزوا مباشرة باش نعرفوا المقادر باش غتينوجدوهم غتينحتاجوا الجوج دي المعالقة دي السكر حبيبات معالقة كبيرة دي النافع ومعالقة كبيرة دي الحبة حلاوة بيضة بحرارة المطبخ وغتينحتاجوا ايضا واحد المعالقة كبيرة معها مراش مزيان دي الخميرة دي الخبز قشور دي الحامضة جوج معالقة دي الزيت النباتية او زيت المائدة غتينحتاجوا ايضا جوز ليف دي الدقيق الفورس او الدقيق الابيض كاس كبير دي المباش نجمعوا العجين دي نتقدروا تعودوا بالحليب وغتينحتاجوا ايضا واحد الياغورت وبينكات الفاني اول حاج غتين بدابيع غتيناخد هذوك جوز ليف دي الدقيق الفورس غتينغرب لهم في القصرية او لا يعني قصعة او لا حتى زلافة فاش غتينعجنوا العجين دينا غتينضيف عليهم جوج معالقة دي السكار هدك حبة حلاوة مع النافع وايضا القشور دي الحامض يعني هاد القراش هادو تيجوا من السمينة البنات وتيجوا الدادي مززاف ضفت الخميرة ضفت هادوك جوج معالقة دي الزيت النباتية وغتينضيفوا ايضا هادك البيضة والياغورت وبينك هاد الفاني حاولوا البنات ان المكونات ديلكم الياغورت والبيض وايضا الماء او الحليب باش بتجمعوا العجين يكونوا بحرارة المطبخ باش هكال العجين ديلكم تختامر بسرعة بالنسبة اللماء او الحليب برا غادينا نديروا كيمية اللي غادي جمعنا العجين عندي هنا هاد الكاس كيوزن وربع لتر او درتوك كامل يعني غادي تحتاجوا ربع لتر ديال الماء او لا يعني ربع لتر ديال الحليب يعني باش ما بويتوا تخدموا بجوج بيوم كيجيوا زوينين بزاف هاد القراش كنجمع العجين ديالي وكنحاول انني ندلكها شوية باش ضفتها ضفت كمية ديال الملحة تقريبا واحد درس مع القاس صغيرة مع واحد شوية ديال ما دوبتها كاعدة باش ضفتها على العجينة بعدما جمعت العجين ديالي بدلكتها واحد شوية تقريبا واحد جوج او لثلاثة ديال دقايق ضرت لها شوية ديال زيت نباتية غادي نوريكم شكل ديالها و القوام دياله كيف جداير العجينة ديال القراش لالبنات تكون خفيفة ما شبح العجينة العادية اللي مولفين كنجروف الخبز او لف البطبوت صافي غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي و غادي نخليها حتى تختامر بالنسبة الاختيامار للبنات غير الضاعف الحجم ديالها يعني ما تتخليوش مدة طبيلة تقريبا واحد لعشرين دقيقة صافي او تراجعو العجين ديالنا الى خليتو اخمرات تفاتت القياس ما غاديش يصدقو لكم القراشل ديالكم والبنات فهموا الاحسن شوفو يعني الشكل ديالها يعني خليتها غير الضاعف وحجم ديالها صافي بديت كنخذن بيها خليت هنا واحد شوية ديال زيت حتت وحدا يغنقون دهنو به دينا لان العجين كدتلسق فرغتها من الهواء و غادي مدك نقسمها على شكل قريصات صغار تنقدو لهم شكل ديالهم و تنحطهم في اللاطة اللي فرشت لها ورق الزبدة كيف مشو هنا البنات غادي نقدلي هاديك القريصة ديال العجين ديالي شكل ديالها مزيان بتشكل هذا و تنحطها غادي نستمر تشوفوا البنات تلقطعوا العجين و من بعد كنقدولي ها الشكل ديالها بجينا على شكل دائري صافي و تنحط في اللاطة اللي غادي دخل الفران بهالطريقة البنات القراشل تيجي ورائعين بزاف تيجي وخفافين من الداخل بحلقطة يعني طريقة ناجحة 100% و سهلو بسيطة و تيجيو ايضا من السمين و من قومين فيهم ريحة ديال حبة حلاوة و ايضا نافع و الحامض تيجيو رائعين بزاف تنتمنى فعلا انا كون تجربوهم تقدرو ايضا تضيفو شوية ديال زنجلاني لكنتو يعني كاتبغيو او يعني السمسم سوف نستمر حتى نسال الكمية اللي عندي كاملة و سوف نرجع معكم الكمية ديال العجين اللي درنا البنات خرجت من 11 قطعة سوف نبسطهم بهالطريقة هذه يعني ضروري انكم تبسطهم باش يجيوكم خفافين من الداخل ما يجيوكم شمدقسين خديت واحد الصفر ديال بيضاء وضفت لي تقريبا ما حاجوش قطرات ديال الخل سوف نمزجهم زيان و سوف ندهن بهم هاد القريصات ديالي سوف نزينهم ايضا بالسمسم تقدروا تزينهم باللوز اي فيلي او الكوكا وتقدروا يعني تزين تبقى اختياري و سوف نحاول انني نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي و نخليهم حتى نختامروا و نضعف الحجم ديالهم عادة باش ندخلهم الفران نخليهم واحد المدة ديال 15 دقيقة تقريبا سوف ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل والنار تكون مهيلة باش هكيطيبوا على خاطرهم ويتنفخوا مزيان وجيونه هشاشين و مقطنين من الداخل هنالبنات بعد اما اختامروا لي هادا وشكل ديالهم شفتو كيفاش تضاعف الحجم ديالهم سوف تنحيد لهم هاداك البلاستيك غذائي هاد البلاستيك هادا تنديروه باش ما ينشفوش و باش ما يقصاحوش و يدرون هاداك القشرة من الفوق باش يبقوا لنا طريين و هاكي يخمرو على خاطرهم كندخلهم الفران وبعد اما كيطيبوه كيتحمرو هادا وشكل ديالهم شوفوا البنات كيفاش كيجيو تيجو قطنيين و هشاشين من الداخل و تيجو ايضا مقومين و دادين بزاف شوفوا البنات شكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجي كيجيو رائعين بزاف بزافة البنات و تنتمنى فعلا انكم تجربوهم لانهم كيستحقوا تجريبة تيجو بحل قطنة البنات شوفوا الشكل ديالهم من الداخل شوفوا البنات وصلنا نهاية الفيديو و تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نالاعجابكم و نالستحسنكم ما تبخلوش عليا بلايك بارتجيو فيديو مع الاصدقاء و الاحباب باش تعمل فائدة تبعوني على مواقع توصول اجتماعية فيسبوك و انستغرام عنوان الحدقة و الى كنتو مازال ما مشتركش قناة عنوان الحدقة فما تنسو الاشتراك و تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد القناة و الى اللقاء